حفظة الأليوبية واحدة من أكتر المحافظات من حيث الكسافة السكانية بنتكلم تقريبا عن 6 مليون مواطن أو 6 مليون وشوية يعني بتتكلم في حوالي 6 مليون و150 ألف أو 6 مليون و128 ألف مواطن دول عايشين في محافظة الأليوبية أكتر مراكز الأليوبية ازدحاما هو مركز شبرالخيمة عدد سكان شبرالخيمة لوحدها مليون و257 ألف مواطن طبعا سيادة اللواء عبدالحميد الهجان محافظة الأليوبية اللي بقاله 4 سنين أو 3 سنين وشوية جاي بملف اللي هو ملف إزالة التعديات على الشوارع وتنظيف محافظة الأليوبية أنا فاكر كويس جدا أول لقاء صحفي مع سيادة اللواء الهجان هتعمل إيه في الأليوبية قالك الشوارع كلها زبالة والأليوبية مليانة زبالة ده كلام سيادة المحافظة هتعمل إيه أول قرار خده فسخ التعاقد مع الشركة اللي كانت شغالة الشركة الخاصة اللي كانت شغالة في جمع القمامة من شوارع الأليوبية كلام ده كان في 2021 أو في نهاية 2020 سيادة اللواء قال لهم وعودوا على جنبه طب هتعمل إيه سيادتك قالوا والله هشغل الموظفين في الأحياء وهعين موظفين جدد تبع المحافظة هم اللي يقوموا بلم القمامة وإحنا أولى بالفلوس اللي بياخدها الشركات الخاصة ده اللي قالوا بالضبط كده سيادة اللواء اللواء يعني عايز يحافظ على فلوس الدولة يعني بس يا سيدي ومن يومها لحده النهاردة مفيش شارع فيك يا أليوبية مفيش حارة فيك يا شبرة تعرف تمشي فيها برجلك مش بالعربية ولا بموتوسيكل برجلك بسبب انتشار القمامة في كل حت مبارح كان سيادته محافظة الأليوبية بيتفقد في 16 مايو آسف يتفقد منظومة النظافة الجديدة في منطقة الخصوص وشبرة الخير قال بقى سيادة اللواء الهجان انه استطاع خلال ثلاث سنوات القضاء على أزمة النظافة أو على أزمة القمام غريب ان على بعد كم متر من الحتة اللي كان واقف فيها سيادة اللواء واللي لو اتفرجت حتى على الصور الصور اللي هم جايبينها في الخبر واللي بعد كده بيقولك قضينا ونجحنا هتلاقي شايف انت التكاتك حوالين سيادته شايف فيه على بعد البصر كده كان فيه صور تانية يعني شوان من القمامة ماليا الشوارع على بعد كان متر مواطن مصري مش إخوان ولا معارض ولا عايش في قطر ولا في تركيا ولا ضد الدولة ولا ضد الحكومة ولا ممول من الماسونية العالمية لهدم إنجازات سيادة المحافظ وسيادة اللواء طلع بالكاميرا بتاع التليفون وكده وماشي في الشارع بيصور من شوارع الشبرى كيف وصلت شبرى بعد ثلاث سنوات من إنجازات سيادة اللواء المحافظ عبد الحميد الحجي نتابع هذا الفيديو سيد المسؤول دي منطقة اسمها شبرى الخين شبرى الخين هنا بقى الناس ماشية أكنك في الصومال دولة من دول العالم السادع السابع ولا الثامن بص المناظر دي بالشارع ده بالشارع بص المناظر تركيبة جيب لكم الخلاصة بتاعة شبرى يعني إيه إيه الجزء اللي هو جزء يعني شبرى كويس شبرى كويس دي شبرى طبعا مناظر ما شاء الله يعني ما يتمشيش فيها دي شبرى للي ما يعرفهاش كمان ده الراجل يعني سيئة عربية واضح فماشي في الشوارع الواسعة اللي ينفع يمشي فيها بعربية شايف الطريق عامل ازاي شايف البيئة اللي عايش فيها المواطن عامل ازاي شايف إنجازات سيادة اللوة اللي ماشى شركة النظافة عشان يوفر ملمين يحطوهم في جاب الحكومة واصلت بالقليوبية اللي فين خبر بيقولك ليه النهار الاليوبية او كفر او شبرى الخيمة انتشار كبير للقمامة على الطرق بحي شرق شبرى الخيمة شرق وغرب ناس بتشتكي من انتشار الامراض والاوبئة الكلاب الضالة البعود والزباب الشوارع مقفولة يا اخواننا حرفيا يعني بدون مبلغة حرفيا ما تعرفش تمشي دلوقتي في شبرى الخيمة حرفيا نموذج من نماذج فشل هذه الحكومة اللي حاصل في شبرى الخيمة شايف الشكل عامل ازاي سيادته ماشى الشركة اللي كايف بتنظف شبرى الخيمة سيادته جاب موظفين في الحكومة وحتى ما بيدهمش مرتبات المعينين في المحافظة كل يوم عاملين اضراب ما بياخدوش مرتبات ومش عارفين وما فيش عربيات وما فيش إمكانيات وما فيش وما فيش ورغم كده بيحتفل بإنجازاته شوف انتشار القمامة بيثير غضب لشبرى الخيمة رئيس المدينة قال بنرفع ألفين طن يوميا ناس بيردوا على سيادة رئيس المدينة بيقولولوا ان شوارع زي شارع خمستاشر مايو واحمد عرابي الشارع الجديد مداني المؤسسة الاماكن دي اصبحت غير مأهولة بالمواطنين لانها محتلة من القمامة والزبال اللي زاد وغطى كمان البعض دلوقتي بينزل يلم الزبالة من الشارع ويولع فيها ده بيقدي ايضا لانتشار التلوث فين بقى مؤتمر المناخ فين البلد بتتحضر للأخضر فين وزارة البيئة فين وزير التنمية المحلية فين سيادة المحافظ فين شبرة الخيمة اللي غرقانا في القمامة والمواطنين بيقولك ان المسؤول اخر طناش لو الله ده المسؤول مش اخر طناش ده المسؤول طلع ملكي اكتر من الملك نفسه سيادة المحافظ اول يوم اول قرار قبل ما يشوف شكل المحافظة او يدرس ظروف المحافظة قالك لا افسخ يا ابن العقد سرح يا ابن الشركة ماشي يا ابن الناس تعال يا ابني هنضف بنفسي كانت النتيجة سيادته زي ما انت شايف كده سؤال برلماني لوزير التنمية المحلية لمواجهة القمامة في شبرة الخيمة ده عضو مجلس النواب محمد عبدالعزيز وكيل لجنة حقوق الانسان بيسأل الوزير هتعمل ايه في شبرة الخيمة مش في الخصوص ولا لستة مليون مواطن في الاليوبية لقدم المليون ومتين سبعة وخمسين الف عايشين في حتة صغيرة اسمها شبرة الخيمة وللأسف بيشاركهم الارض اكوام بل جبال من القمامة سابتها الدولة لحد ما بقت بتنقل الامراض الحشرات الضرة بعض القوارد والفران مالية الشوارع الناس بتحرق الزبالة والموضوع كمان وصل انهم مش عارفين يمشوا لا برجليهم ولا بالعربيات اتمنى من السيد محافظ الاليوبية اللي هو الهجان يقولنا خطته ورأيته ايه لحل مشكلة القمامة في شبرة الخيمة وزير التنمية المحلية هشام أمنا يقولنا عايز يعمل ايه في شبرة الخيمة ست وزيرة البيئة تقولنا رأيها ايه في اللي بيحصل في الاليوبية واهالي شبرة الخيمة ولا دا هنحطه ضمن خطة رؤية البلد عشرين تلاتين وهو دا التخطيط في الجمهورية الجديدة اللي بيكلمون عنه ترجمة نانسي قنقر